عايزة تكلم تفرف الآونة الأخيرة موجودة في ألعاب القوة قبل ما كمن مع حلاك المشوار وطمحاتنا وهل من إمكانية ميدالية زي الأسئلة الطبيعية ولكن حاف لنقطة رجوع مرة تانية ونقطة نظام الفترة الأخيرة في الاتحاد المصري لألعاب القوة بس أنت بتحقق أرقام يعني لو كانت قبل شوية كانت أهلت بيها مباشرة للولمبياد بتوصلها لنهايات كأس العالم إيه الأسباب إيه اللي كان متاح عشان نقدر نقول لا والله إحنا خدنا بالأسباب وعملنا ده ومحتاجين نعمل إيه تاني عشان نستطور أكتر حضرك عارف إن رياضة الألعاب القوة أم الألعاب هي رياضة الأرقام والميداليات هي الرياضة بتحتاج لإعداد طويل المدى الفترات طويلة من الإعداد الدول المتقدمة دايما في الرياضة بتلاقي عندها ألعاب القوة عندهم ميداليات زي أمريكا والدول المتقدمة دي بتحتاج لسنوات كتيرة من الإعداد والتخطيط أنا توليت مهمة المدير الفاني للإتحاد المصري لأعاب القوة في شهر تسعة الفين عشرين يمكن من تسعة أو عشر شهور بدأنا مع مجلس الإدارة ومع فريق عمل موجود في إعداد خطة في المرحلة اللي هي الحالية لإعداد لطوكيو وعلى الاتجاه الموازي بدأنا خطة طويلة المدى لإعداد أبطالنا على المدى البعيد من الناشئين سواء المشاريع القومية اللي بتعملها الوزارة للناشئين والموهوبين اللي هم بتعدهم على مدى بعيد أو أبطالنا اللي موجودين تحت 18 و 20 سنة لمنتخب القومي اللي بدأنا بالفعل ألقنا الضوء عليهم وركزنا معاهم الفترة اللي فاتت يمكن من ساعة ما توليت مهمتي في بعض الملفات اشتغلنا عليها زي ملف المسابقات استحدثنا مجموعة من المسابقات التحدي ولقاءات التحدي اللي اتعاملت اللي أثمرت عن تحطيم العديد من الأرقام المصرية تأهل العديد من اللاعبين يعني عندنا محمد مجدي اللي تأهل في الجلة يتأهل في أحد اللقاءات دي في يوم 31 ديسمبر 2020 إيهاب عبد الرحمن اتأهل في آخر لقاء يوم 28 يونيو قبل ما تأهل يقفل بيوم عندنا ست لعبين تم تأهلهم لبطولة العالم للشباب تحت 20 سنة للمزمع قامتها إن شاء الله في شهر أغسطس القادم في كينيا عندنا ست لعبين ومنتظرين إن شاء الله اتنين لعبين آخرين يتم تأهلهم والإنجاز في دوة هو الأرقام لأن حراك عارف ألعابه القوية الأرقام الأرقام هي اللي تكدنا للايه؟ المديليات فعشان نوصل للمديليات طبعا محتاج لوقت الحمد لله إحنا عندنا في الفترة دي الأرقام اللي اللي عبتنا تأهلوا بيها يعني عندنا خطة حالية وخطة خمسية في المرحلة القادمة بالزبط يعني بالفعل إحنا شغالين يعني بالفعل حراك أنا مع حراك في الحلقة دلوقتي في مجلس إدارة الإتحاد منعاقد يعني أمقدم الخطة بتاعة النشاط 21-22 خط النشاط المحلي والدولي يعني إحنا شغالين على المرحلة الحالية وفي نفس الوقت إحنا مش متوقفين على إن إحنا نفكر في السنة اللي جاية وفي المرحلة اللي بعدين يعني مشين بالتوازن ما بين المنبيات ما بين المرحلة الجاية لحد بريس عشرين واربعة وعشرين وهو المفترض ده في الرياضة يعني الدول بتتقدم بإن فيه خطة طويلة المدى بصرف النظر عن مين الأشخاص اللي موجودين بيبدأوا يكملوا الخطط دي عشان يبقى فيه استمرارية في تطور مستوى اللعبي